تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين وذلك في إطار خطة تطوير الجوامع والمساجد افتتح سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة مساء اليوم مسجد محمد عبدالله بهلول وحرم فاطمة صالح الخاجة كأول مسجد في مدينة سلمان جاء ذلك بحضور معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على الرعاية والاهتمام التي تحظى بها المساجد والجوامع ودور العبادة في مملكة البحرين لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عبر توجيهات الملكية السامية بالعناية بدور العبادة وتشهيد وافتتاح وصيانة هذه المساجد مشيدا بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وحرصه المستمرة على أعمار بيوت الله ومواصلة تطويرها وتهياتها أمام المصلين في كافة محافظات مملكة البحرين ومواصلة اتباع المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية في بناء وتطوير المساجد وأشار سموه إلى ما تحقق حتى اليوم من نجاحات في تشهيد وأعمار دور العبادة ومواصلة العناية بها وصيانتها في جميع مناطق المملكة لافتا سموه في هذا الصدد إلى أوامر سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء خلال العامين الماضيين والتي أسهمت في نجاح خطة تطوير الجوامع والمساجد وعززت من وتيرة الانجازات في بنائها وترميمها وتأهيلها وفقا للأهداف المنشودة وأشهد اسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد بالحرص المستمر من المسؤولين في الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية على سرعة تنفيذ أوامر سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بيتعاون مع الجهات المختلفة والمتبرعين من الأسر الكريمة في مملكة البحرين لبناء دور العبادة ماربا عن تمنياته لهم بدوام التوفيق في إعمار بيوت الله في كافة مدن وقرى البحرين سأل المولو عز وجل أن يكتب للمتبرعين الكرام المثوبة والأجر بهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية على الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بدور العبادة وأعمار بيوت الله ورعايتها في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ماربا عن جزيل شكره لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد على افتتاح سموه هذا المسجد الذي يعد أول مسجد يتم بنائه في مدينة سلمان كما أعربت عائلتي بهلول والخاجة عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يولونه من اهتمام وعناية كبيرة ومستمرة ببناء وإعمار دور العبادة بمختلف مناطق البحرين وإلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على تفضل سموه بافتتاح مسجد محمد عبدالله بهلول وحرمه فاطمة صالح الخاجة تشرفنا في هذا المساء المبارك اليوم بافتتاح مسجد محمد بن عبدالله بهلول وحرمه فاطمة الخاجة وشرفنا بالحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة راعي الحفل ويأتي افتتاح هذا المسجد ضمن الخطة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بعمارة المساجد وصيانتها وتهيئتها لمصلين ونحن في إدارة الأوقاف السنية في مجلس الأوقاف السنية نعمل جاهدين على تنفيذ هذه الخطة بكل دقة وإتقان ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وهنا أحب أن أتوجه بالشكر والتقدير لعائلة بهلول التي ساهمت وتبرعت ببناء هذا المسجد والشكر موصول لجميع المحسنين الذين يعملون جاهدين في دعم مثل هذه المشاريع الخيرية أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وأن يكتب لهم الأجر والثواب يعتبر المشروع أول مسجد في مدينة سلمان تم بناء المسجد على مساحة 870 متر مربع يتسع المسجد لـ 250 مصلي مع مصلى للنساء يتسع لـ 40 مصلية بالإضافة إلى قاعة المناسبات ومركز الحفيظ القرآن وسكن المؤذم والإمام تم تصميم المسجد بالطراز البحريني لإسلام المعاصر من قبل قسم الخدمة التهندسية والصيانة بإدارة الأوقاف السنية ترجمة نانسي قنقر